شيء آخر صفة كتير كتير مهمة الديان وهاي بتشوفها في كتير آيات في الكتاب المقدس يعني حتى إبراهيم لما بيعمل تشفع مع الله من أجل لوط وعائلته بقول له أديان كل الأرض على يصنع عدلا وبتشوف هاي الآيات بالمزمير وبسفر التثنية وبسفر الأمثال وبالأنبياء يعني عن الله الديان في العهد القديم مكتوب تنهض وتصعد الأمم إلى وادي يهو شفاة يهو شفاة من يهو شفاة يعني الله يحكم أو يقضي اللي هو وادي القضاء لأن هناك أجلس لأحاكم جميع الأمم من كل ناحية في يؤيل صحح 3 والآية 12 في يحنى 5 مكتوب أعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان لأنه ابن الإنسان مرة ثانية في العهد الجديد مكتوب ومتى جاء ابن الإنسان في مجده يعني في مجيء ثانية وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده وفعلا بيتكلم في متة 25 عن الجداء والخراف ويميز يقول للمؤمنين تعالوا رث الملكوت يا مباركي أبي وطبعا يقول دينوني على الملعين اللي رفضوا أنه يساعدوا إخوتي هؤلاء الأصغر فالمسيح واضح من خلال العهد الجديد أنه الديان فسف رؤية مكتوب وعيناه كلهيب نار للقضاء مرة ثانية في العهد الجديد لأنه أقام يوما هو مزمع أن يدين المسكون بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات فإذن رح يدين المسكون بالعدل ومشان هيك أحبائي ما تضوع الفرصة لأن الكتاب يقول أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله أحبائي لأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة وآيات كثيرة من هو الديان من الرح يرجع ثانية مكتوبة عند ظهوره ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته هو الرب يسوع المسيح أنا أدعوك الآن أنك تواجه يسوع كمخلص والفادي إذا رفضت يوما ما رح يتواجه يسوع المسيح كالديان فهذه الفرصة مفتوحة لك